نستغفر الله ونتوب إليه ونستعفيه ونسترحمه بحق محمد وآله الأطهار عليهم الصلاة والسلام أن يجنبنا كل ذلك وأن يعفينا من عرض الكتاب ومن الحساب هل لدينا سبيل؟ هل يمكن الفرار من الحساب ومن عرض الكتاب؟ الجواب نعم في تفسير القم رحمه الله رواية شريفة طويلة بعض الشيء عن أبي بصير عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام والرواية لما تصل إلى هذا الموضع الذي تذكر فيه سيدة الأكوان والوجود صلوات الله عليه كأن لحن الرواية يتغير كلية يعني لاحظوا يقول ثم يدعى بالشيعة فيقومون أمامهم ثم يدعى بفاطمة ونسائها من ذريتها وشيعتها أو وشيعتها ممكن نقرأ كذا وكذا كلاهما فيدخلون الجنة بغير حساب الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم ورادم 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 الرواية لما جاءت على ذكر فاطمة عليها السلام تكلمت عن دخول الجنة بغير حساب لشيعتها هكذا تغير اللحن ثم ينادي منادم من بطنان العرش يعني من وسط العرش من لب العرش من قبل رب العزة والأفق الأعلى جل وعلا نعم الأب وأبوك يا محمد وهو إبراهيم صلى الله عليه وآله ونعم الأخ أخوك وهو علي بن أبي طالب عليهما السلام ونعم السبطان سبطاك وهما الحسن والحسين عليهما السلام ونعم الجنين جنينك وهو محسن عليه السلام الذي أنتم جالسون الآن ومتشرفون بالحضور في مسجده الله يذكره يوم القيامة يخاطب نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله ونعم الجنين جنينك وهو محسن صلى الله عليه وآله ونعم الأئمة الراشدون من ذريتك وهم فلان وفلان يعني يذكر الأئمة عليهم السلام من السجاد إلى المهدي صلى الله عليه مجمعين وتذكر أسمعه ونعم الشيعة شيعتك شيعة رسول الله صلى الله عليه وآله بس أن تكون قدهة حتى تكتب يوم القيامة أنك من شيعة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم والسلام اللي الله يقول عنك يقول والنعم منك لما تصل إلى هذه الرتبة لما تتصف بهذه الصفة الله اللي يحييك يقول والنعم ونعم الشيعة شيعتك ألا إن محمداً ووصيه وسبطيه والأئمة من ذريته هم الفائزون ثم يؤمر بهم هؤلاء جميعاً النبي الأكرم إلى إما الأطهار الأنبياء الأوصياء والشيعة المؤمنين وتتوسطهم من سيدة النساء سيدة نساء أهل الجنة تتوسط هؤلاء ويحف بها شيعتها فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يؤمر بهم إلى الجنة وذلك قوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فإذا سبيل الفرار موجود من الحساب والكتاب سبيل دخول الجنة بغير حساب موجود اتجنب نفسك هذا كله لا يجيبوا لك كتاب تقرأه وتنفضح وتحكم على نفسك ولا يحاسبوك أصلاً ما يحاسبوك وتفوز تفوز بالجنة المهم إذن ما هو أن يصدق علينا أننا من شيعة فاطمة عليه الصلاة والسلام حتى ندخل الجنة بغير حساب من صفات شيعة فاطمة من صفات شيعة محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام الأكيد صفة البذل والعطاء التباذل شيعتنا المتباذلون في حبنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام يقول الصادق عليه السلام إن الله اطلع إلى الأرض فاختار لنا شيعة ينصروننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا أولئك منا وإلينا يقول أمير المؤمنين عليه السلام هذه الأمور تعلمتمها في الجلسات الماضية على ماذا اجتمعنا نحن الآن؟ على حب فاطمة صلوات الله عليه وسلم اجتمعنا على حب فاطمة صلوات الله عليه وسلم هذا اللي بيدنا يعني هذا الذي نستطيعه طلبا للنجاة والعفو يوم القيامة حتى لا تعرض كتبنا ولا نحاسب بل ندخل الجنة بغير حساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر